طيب أيضا من القصص التي أثارت الرأي العام كانت محور حديثه عبر السوشيال ميديا هي الطالبة نيرة أو الشهيدة نيرة ربنا يرحمها ويحسن إليها الطالبة بقلية الطب البيطري بجامعة العريش هذه القضية خدت مناحي كثيرة جدا لأنه اللي تقال وأنا تعودت أن أتعامل مع كل ما قيل لحد ما النيابة تقول لنا حاجة الشرطة أمبدورها النيابة أمبدورها المحكمة أمبدورها ونطلع حضراتكم على كل الحقائق قيل كلام أن البنت تعرضت لتصوير خلصة من زميلة من زميلاتها في السكن وبعتتها لحد والصورة دي تم ابتزازها وتهديدها بيها أنها حتتنشر على جروب الجامعة وكانت الحاجة اللي مسكنها عليها أدي الشيخة اللي بتصلي بنا في السكن وكأن الصلاة في السكن مبرر للفضيحة وكأن تصوير إنسان خلصة وخلصة ده شيء يدعو للمباهاه ونبقى مسكينه علة على الشخص الملتزم الذي يصلي يمكن أن يخطئ بس هي بتصلي بيكم ومش بتاخدكم لمرأس مش بتاخدكم لصهر وعبت فأن تكون هذا مبرر للتنكيل بها دي حاجات من اللي اتنشرت على السوشيال ميديا لما الأب والأخ قالوا أن هناك شبهة جنائية هو تقال إنها انتحرت وخدت نتيجة للضغوط والخوف من الفضيحة يعني جسمها يبان يعني ده شيء يفزع أي حد لكن الأب والأخ قالوا لا استنوا دي إحنا شكين في شبهة جنائية ربما يكون تم تسممها أن يبع على الفور اتخذت قرارا بإخراج الجثمان وتشريحه للتأكد من سبب الوفاء هل الوفاء هي انتحار كما أقرى طبيب الشرعي مش الطبيب الشرعي مفتش الصحة اللي قال إنه لا توجد شبهة جنائية أم أن هناك شبهة جنائية لازم كل الأمور تبقى واضحة البعض قال أصل واحدة من البنات بنت ظابط ويعني إيه بنت ظابط مين قالوا كله الزباط بيحسوا أنهم فوق الناس وفوق القانون وزارة الداخلية لا تقبل بهذا إطلاقا وإحنا عارفين ده كويس والقرار الأول من وزارة الداخلية إيقاف الزابط مش اتهموا بأي شيء إيقافوا علشان لا يتدخل ولا يتهم أن هناك تدخل لحين انتهى التحيات إذن نحن في أي دن أمينة سواء في الشرطة أو في النيابة العامة حقنا يرى مش أيضية هنعرفه ببساطة هنتابع التحقيقات النيابة هنعرف تقرير الطب الشرعي مش معنى كده إن جريمة الابتزاز هتروح لا احنا بندور فيه جريمة قتل ولا لا لكن القانون أساسا بيقول وفقا لنص المادة 327 من قانون العقوبات لكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور خادشة للشرف وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة إن عندنا جريمة أخرى لن تسقط الأشخاص اللي ابتزوها أو صوروها أو هددوها لن لن يهرب من القانون أبدا